تفقد محافظة المينيا عماد كدواني العديد من المناطق الأثرية داخل مراكز أبو كرقاس وملوي ودير مواز وجه بالعمل على تطوير تلك المناطق وتقديم كافة الدعم اللوجستي من أجل تنشيط السياحة ووضع المينيا على الخريطة السياحية أكد المحافظ على ضرورة تكاتف جميع الجهات لإنجاح المنظومة السياحية بالمحافظة والعمل على إعادة المينيا إلى خريطة السياحة العالمية موجها بتسهيل كافة الإجراءات أمام الزائرين وتهيأة الجو الملائم للتمتع بالمعالم الأثرية التي تسخر بها محافظة المينيا